مكافحة تلوث البحار عبر إلقاء النفايات والمواد الملوثة صلب اهتمام اجتماع الدورتين السادسة والاربعين والسبعة عشر للمجموعات العلمية الاجتماع يرم مراقبة احترام معاهدة لندن والمتعلقة بمكافحة تلوث البحار هذا اللقاء هذا يدخل في تطبيق البروتوكول لمضاه المغرب في 2016 وسميته البروتوكول لندن تشارك في 24 دول إلى حتى الآن والهدف أن نوسع ذلك وهنا يعني الاحتضان دي المغرب لهذا الالتقاء هذا تيدل على الأهمية التي تعطيها البحر وعلى الأهمية التي تعطيها الملاحة البحرية والموانئ وأيضا على الاعتراف دي المنظمة العالمية البحرية للدور الذي تلعبه المغرب في هذه المنظمة داخل هذه المنظمة لدوره الريادي فيما يتعلق بكل ما يجب القيام به من شأن الحفاظ على البيئة البحرية هذا الاجتماع الدولي الذي حضرته الأطراف المتعاقدة ومراقبين وخبراء يسعى لأغباد مبادئ توجيهية من شأنها اختيار مواقع إلقاء النفايات وتخديد تدابير لتقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن إغراق الذخائر الكيميائية نحترم كثيرا الجهود التي يبذلها المغرب في احترام البحر ومكافحة إلقاء النفايات فيه كما أنه من الدول القليلة التي تحترم تطبيق معاهدة لندن نعمل سويا لتحقيق كل النقاط المرجوة من هذا الاجتماع أشغال هذا الاجتماع التي ستمتد على ماذا يومين ستعرف تنظيم ورشة عمل إقليمية لفائدة 14 دولة من غرب أفريقيا ومنطقة المتوسط لزيادة عدد المنتسبين والرفع من الفوائد لا سيما في سياق خطة التنمية المستذامة 2030 ترجمة نانسي قنقر